اهلا بحضراتكم من جديد واستكمال بقية فقرات برنامج الترند والنهاردة معنا في التوب نيوز خبرين مهمين جدا متعلقين ببطولة كأس فيفا انتر كونتينالتل كلنا عارفين الاهلة هيسافر بكرة ان شاء الله على متن طائرة خاصة ورحلة خاصة الى الدوحة حوالي ساعة اربعة ونصف عصرا في رحلة تستمر حوالي سلسة ساعات عشان تصل بها ست النادي الاهلي حوالي ساعة تمانية ونص بتوقيت الدوحة سبعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة ولكن نهاردة في وفد رفيع المستوى سافر من قبل ادارة النادي الاهلي عشان يحضر لكافة الاجراءات والامور اللوجستية الخاصة باستقبال بعثة فريق النادي الاهلي وفد بمكون من المهندس سامير عدلي المدير الاداري لقطاع الكورة وكذلك حنان الزيني مدير اللوايح والترخيص في النادي الاهلي بجانب مسؤولي شركة الكورة يمكن اكيد بيستعدوا للتحضير شركة الخدمات الرياضية القطاع الاداري شفنا كمان موجود معهم في الصور محمد اسامة اداري الفريق الاول نهاردة سفروا صباح اليوم عشان يتواجدوا قبل بعثة النادي الاهلي باربعة وعشرين ساعة الترتيبات مع الاتحاد الدولي فيفا استقبال البعثة الترتيبات الخاصة بكل الاجراءات اللوجستية في استقبال البعثة غدا في مطار القاهرة الدولي يعني من اول مطار القاهرة لغاية مطار حمد الدولي فيه الا الدوحة كافة الترتيبات هتشوفوها بكرا ان شاء الله من خلال بقى كافة الكواليس اللي هتكونوا صاحبة لبعثة فريق النادي الاهلي ولكن مجرد ما يصل الفريق للدوحة هيكون في استقبال على اعلى مستوى من اللجنة المنظمة من الاتحاد الدولي ده بخلاف بقى الاستقبال اللي هيكون من ربطة مشجع الاهلي في الدوحة اللي اكيد بتحضر لمفاجآت مهمة جدا تسعد بيها البعثة الرسمية تسعد بيها اللاعبين الجهاز الفني هم نفسهم يسعدوا بوجود النادي الاهلي اللي هيكون ان شاء الله يعني ضيفة مهمة جدا على هذه البطولة وبإذن الله ان شاء الله يكون ضيف وبطل في بطولتين بطولة يوم السبت اللي جاي وبإذن الله نكسب ويبقى فيه بطولة اخرى يوم 18 ديسمبر انت رايح تلعب على مش كاس واحدة انت بتلعب على كاسين بعد ما فزت بكاس القرارات الثلاثة بإذن الله يكون كاس التحدي من نصيب النادي الاهلي بعد ما تكسب البطل اللي جاي لك وهو بطل درب الامريكتين اللي هيتلعب يوم الاربع اللي جاي بطولة يعني فيها تفاصيل حلوة فيها معلومات مهمة تاريخية عن حس باهميتها ونعرف اهميتها يمكن بعد عشر سنين وبعد عشرين سنة لما يكون عندك بطولات قرية تقرب من ارقام ريال مدريد وبتاخد بطولات على حساب فرق كبيرة لها رصيد كبير جدا في قراتها سواء لما كسبت العين بطل اسيا لما تنتظر الفايز من درب الامريكتين لما تروح تلاعب بطل اوروبا ريال مدريد يا رب ان شاء الله في جولة الختام على استاد لوسيل